زي ما كانت أم كلسوم كوكب الشرق في حياتها كان مسلسلها سبب للصراع على الفوز بأداء دورها بعد رحلها فتعالوا معي عرفكم الحرب الشديدة بين هلهام شهين ونبيل عبيد ونجلاء فتحي وميرفة أمين على أداء دور أم كلسوم وإزاي قدرت صابرين تفوز على الكل وقتها وهي أصغر اسم فني بينهم سنة 1999 قرر التلفزيون إنتاج سيرة ذاتية للسيدة أم كلسوم المسلسل كتبه محفوظ عبد الرحمن وأخرجته إنعام محمد علي ولكن كان السؤال الأهم مين هيلعب دور أم كلسوم كان فيه اختيار كلاسيكي هو اختيار فردوس عبد الحميد اللي جسدت سيرة أم كلسوم في نفس العام في فيلم كوكب الشرق ولكن الاختيار وقع على نبيل عبيد إزاي ما عرفش تم عرض المسلسل على الفنانة نبيل عبيد فعلا لكنها كانت مسافرة وطلب التأجيل قراءة السيناريو لحد ما ترجع وده اللي خل السيناريست والمخرجة يرشحوا إلهام شهين وبعتوا كل الشرائط الغنائية الإزاعية والتلفزيونية لأم كلسوم لإلهام شهين وما كانش فاضل غير إنها تشتري الملابس المناسبة للشخصية قعدت إلهام شهين مع محفوظ عبد الرحمن وإنعام محمد علي للاتفاق على كل شيء لكن فجأة ظهرت نبيل عبيد ونشرت خبر إنها تعاقدت على مسلسل أم كلسوم وقامت الدنيا بين الفنانتين وحصلت أعنف حرب تصرحات شهادتها الصحافة بين الطرفين وكل وحدة تتهم التانية بسرقة الدور تدخل يحيى العالمي رئيس قطاع الإنتاج واختار نبيل عبيد للدور لكن نبيل عبيد قالت في حوار مع جريدة الجمهورية رشحوني للدور فسألت مين كان قبلي فقاله نجلاء فتحي ومديحة يسري فاتصلت بيها قالت لي يا حبيبتي اعمليه والله عقد المسلسل في درج مكتبي ما مضيته كان في حالة أرف خلتني مش طيقة بصله واستمر الخلاف بين إلهام شهين ونبيل عبيد موجود لحد ما اتدخل عدد من الفنانين منهم بوسي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز وشويقار ومحمود ياسين وشهيرة لحل الخلافات بينهم خصوصا أن المسلسل تم عرضه على كل نجمات مصر تقريبا حتى ميرفت أمين اتعرض عليها الدور لكنها رفضته بسبب انشغالها بأكتر من عمل المخرجة إنعام محمد علي تكلمت عن سبب استبعاد نجلاء فتحي من المسلسل وقالت إن المؤلف محفوظ عبد الرحمن هو اللي رشحها لإنه كان عاوز يقدم الدور لنجمة في عالم الفن وإنها ما كانتش راضي عن الاختيار لإن نجلاء فتحي صاحب الطبع تركي والدور محتاج فنانة بتتمتع بملامح مصرية لكن راحت معاه منزل لفنانة نجلاء فتحي وتم عرض الدور عليها ورفضت نجلاء أداء الشخصية وبعدها جات لإنعام فكرة ترشيح الفنانة سوسا بدر للدور بسبب ملامحها المصرية البحتة ولكن بعد جلسة جمعتها مع سوسا بدر لقيت إنها مش مناسبة للدور بعدها قررت إنعام محمد علي التفكير برى السندوق واختيار صبرين بس قطاع الإنتاج اعترض لإن تركيبتها النفسية ومرحلتها السنية وشكلها غير مناسب وساعتها قالت المخرجة المشهورة إن يحيا العالمي رئيس قطاع الإنتاج كان بيغير منها وعاوز يفضل هو الناجح الوحيد في القطاع واتهمها بتضيع الوقت بعد ما مرت سنين في التجهيز للمسلسل وقال لها ساعتها يا إنعام إحنا الاثنين مخرجين ولو عرضوا علي إخراج أم كل سوم مش هجيب صبرين اتحملي المسئولية الوحدة أما صبرين فكانت طلعت مع عمر ليسي ببرنامج واحد من الناس وقالت بالحرف الواحد رحت مكتب الأستاذ يحيا العالمي وهو بيمضيني على عقد المسلسل قال لي امضي يا بنتي وخلصيني كده كده المسلسل ده مش هيتعمل إنعام محمد علي قالت عن اختيارها لصبرين ما كنتش عايزة نجمة تعمل أم كل سوم لأن ملامح النجمة محفورة في ذهنهم وشاهدت لصبرين عملين في العام اللي سبق تصوير المسلسل جمهورية زفتة ولعبت فيه دور فتاة من القرية ومسلسل هوانم جاردن سيتي ولعبت دور فتاة من طبقة أرستقراطية وأجادت الدورين وهو ده اللي عوزاه في مسلسل أم كل سوم اللي بدأت من القرية وأصبحت أيكون عالمية في عالم الغناء فاخترت صبرين وأصريت عليها وأكدت المخرجة إنعام محمد علي إنها جمعت لأم كل سوم أكتر من 1500 صورة في كل مراحل عمرها ووزعتهم على طاقم تمثيل المسلسل مع السيناريو وصور لشخصيات المسلسل لدرجة الفنان كمال أبو ريا أخذ بعض اللقطات الخاصة بأحمد رامي في الصور المسلسل نجح بعد كده نجاح كبير في مصر والدول العربية وأصبح علامة فنية في تاريخ صبرين وتنست كل الأسماء التانية اللي كانت مرشحة لأداء دور كوكب الشرق أم كل سوم